كابتن عادل ألف مبروك، النادي الأهلي واصل تحتكم قياسي أولاً مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم الأول ده رقم واحد، مبروك للمجلس الإدارة، مبروك للجهاز الفني، مبروك للعبين، ومبروك لنا كلنا الأهلي بيشرف مصر، الأهلي أولاً بسمة لكرة المصرية الأهلي أولاً السفير للكرة المصرية في الخطرة الحالية النادي الأهلي بحطت الكرة المصرية على الخريطة العالمية، دي حقيقة بعد كده إن شاء الله نتمنى للمنتخب كمان في أفريقيا يعملوا حاجة كويسة لكن في البداية النادي الأهلي مبروك، مبروك للأداء المميز اليوم صح إحنا كنا يعني اتخوفنا شوية في بداية الشوت التاني ولكن أدركنا هما أدركوا التعادل ولكن أنت أدركت بقى أنك أنت تجيب الجنة التالت وبعدين الجنة الرابع وعلي معلول أضع البنالتي كمان يعني أنت عملت مطش كويس مبروك للجهاز الفني والكلار المرة اللي فاتت لما قلنا إن كنا نتمنى أن يوصل للنهائي وكان فيه شوية أخطاء النهاردة لا، النهاردة لا، مثل كل لعب كويس ولعب بتوازنت وللمباراة بغض النظر عنه وخصمه لكن في آخر البطولة أنك أنت تتوج للتالت والتالت دي من السهل على فكرة أنك أنت تاخد تالت العالم دي من السهل صحيح سيكون في قرة بالأوروبا وبعدين تلب الأمريكا الجنوبية أمريكا الجنوبية итоге أمريكا أو أُربا أيوا ما لكن أنا أعرف، يعني السيطة أقرب كثيراً اوي وإنت الثالث يعني، أنت تلب كرة أفراقية وأفراقية بتشارع في القرة يعني إن الند الأهل ما بيلعب باسم مصر بس بيلعب باسم الكرة كلها يعني يعني الاتحاد الأفريقي أكيد هيهني الناد الأهل لإنتحاد الأفريقي أكيد سعيد بإنجاز الند الأهل وكان يتمنى الاتحاد الأفريقي إن هو يوصل للنهائي وممكن ياخد النهائي كمان للكورة الأفريقية يمكن الكورة الأفريقية وصلت مرتين نهائي أو ثلاث مرات حاجة كده لكن الأداء مميز والأداء كويس ومبروك للإدارة اللي فيه ناس كتير قوي فاكرة إنه الأداء بتاع القرة القدم في النادي الأهلي الفترة اللي فاتت دي كان فيها شغل وجهد كبير قوي على فكرة حاجات كتير قوي اتغيرت وفي القرة أفكار كتير جداً اتغيرت إنت أديك إنت اللي سابت إلى الآن ووقف على رجلك في حاجات كتير في الضغط المباريات النادي الأهلي هيرض مشي من البطولة دي هيخرج هيروح على بطولة السوبر هيلعب ماتش بعد 48 ساعة ولا يعني أقل أقل من 48 ساعة لو حسبتها تليها أقل من 48 ساعة فهو ده قدر النادي الأهلي إنه بيلعب وبيحارب على جميع الجبهات وبيحارب على جميع البطولات والوحيد اللي بيلعب له في السنة حوالي 6-7 بطولات يعني أنت بتتكلم أنت بتخرج من بطولة لبطولة ودي المشقة علشان كده أنا سعيد جداً بالإنجاز العظيم اللي تعمل رغم أن إحنا كنا نتمنى وكان في المتناول أن إحنا نروح النهائي وقبل النهائي ولكن خلاص قدر الله ما شاء فعل إحنا سعداء بالمركز الثالث نتمنى بقى أن ناخدها ناخد المركز الأول إن شاء الله أو الثاني مع طخمة اللي عبيه الفرق اللي هتجينا وهادينا بقى إيه إحنا خلصنا المهمة دي خش على المهمة الثانية اللي هي السوبر المصري شكرا الله بزن الله